مفصي طول واحد بس او مفصي طول واحد تقدر تعالج السكر وكوشات البنكرياس ويه تقولي ودعا للانسولين او تقرأ كسبرة المشفى لعلاج مرن السكر وتقولي ودعا للانسولين وكوشات البنكرياس او احد حاجة كلكم عارفينها الحلبة لعلاج مرض السكر وتودع الانسولين كده عرفتم المكوولات اكيد بس ما تعرفوش ازاي هتخدوه كده عشان توصولي المرحلة لانك تلاشط البنكرياس وانك حضرتك تلاشط البنكرياس او نودع الانسولين ونشغل الجسم ونقلل مقاومة الجسم للانسولين الفيديو مهم جدا 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 وقدمته معلش التفاها المكوولات بس عشان الناس تعرف انه معنا يلا بيقى نقول بالتفاصيل ازاي نستخدمه وزاي ناخدهم بنتلب بس طلب واحد يارب بس تدعمونا وتعملوا نايك للفيديو دوت وتعملوا اشتراك للقنارة او انت مش مشتركين واهم من ده كل تفعلوا زر الجرس عشان الكل يجدنا وصل لكم ايه المكوونات دي كلها قلنا اول حاجة الحلبة حلبة الحسناء وتكون غسلها وضفها كده من اي شوق وعنده هنا كزبرة نشفة ايوه كزبرة نشفة وهي عندنا الهم الاقوى حاجة على وجه الارض التوم والبصل نخمر طيب هنستخدمهم ازاي بسم الله كده ونبدأ اول حاجة هنشوف الحلبة حلبة نشفة هناخدها ازاي وهل هي فعلا تضبط وصيته السكر في الدم حتى انت لما تاخد العلاج تقولي ايه ده نمشيت على السكر ان الحلبة بس الحلبة بتضبط للسكر وبس ما بتعالج لهوش لان حضرت ما ضفتيش معايه ثلاث مكونات تانية لازمين فاول حاجة الحلبة هناخدها ايه ايه حاجة لاخد معلاءة زي كده الصبح من ضخة ماشي وده مرة واحدة قبل انفطار معلاءة زي ايه ده وطعمها مر فعلا طعمها مر بس انا بقولك معلش انك حضرتك هتستخدمه كده كبنغليها لا عشان توصولي النتيجة كويسة يعني عارفة لو اخدت معلاءة واحدة بس قيس السكر بعدها يعني ده تجربة خاصة والناس كلها بيستخدمها كده قيس السكر بعدها هتلاقي فرق مية من مية وخمسين للمتين درجة نزلت في السكر لو سكرت مثلا قبل ما تاخدها 400 هتلاقي ايه وصل للمتين وكده عشان كده لازم تغنيها ايه لو سكرك عالي تغنيها 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 بس ازاي معلاءة واحدة قلتلك هيقللي انقومة الانسولين فبالتالي ويشغل البنترياس على افراز الانسولين كده ايه خلصنا من اول حاجتين الحلبة والكسبرة فالحلبة بتتاخد مرتين مرة الصبح بتتنضغ عشانه المضغة افضل فوايده احسن مرة الصبح معلاءة ومرة بالليل واللي كنين قبل الاكل يعني دي قبل الفطار وقبل العشاء ديت مرة واحدة بس ايه قبل الفطار الصبح تمام؟ طيب نخشي بقى على التوقم اللي كنين دول الطرم والبصل اللي كنين بسمونه توقم انا عاملة مخصوص فيديو عن البصل ده ازاي تخلك بالكرياس تشتغل وتنظميه وتشتغل وتبتري تفرز انسولين بالبصل بس اكتت عاملها كبشروب اللي احنا نقطع البصل ونحطه في التلاجة ونشربه دلوقتي احنا عايزين نستخدم فوايد بقى كويسة فالتوقم دول يلتاخدوا مع بعض ازاي؟ البصل ذات نفسه يعني احنا ما ادودنا بصلاه مثل نخش على البصل القوي لو ادودنا بصلاه حمره نقطعها 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 ست فسوس ست حتت نازم علي ان تردي حتة واحدة منها في اليوم وتكلير واحلى حاجة فينا لما اندخنا في الاكل بمعنى ايه؟ الناس اللي مش عارفوا يكلو كنوا دخلوه في الاكل طبعا فتقطع بصلاه على الاكل تكليه كده فلو عندك بصلاه يتقطعها ست حتة ولازم حتة منها كاملة تخلصها في اليوم تاجد بنا ايه حتة واحدة؟ طب نخش بقى على الطول الطول حلوة اوي كمان الناس اللي عددون مضعفات مرض السكر اللي هي كما يضد بكتيري وبيعالج وبيعمل على التقام الجروح لان اكتر مشكلة عنده السكر هي انه عنده جرح ما بينمش عنده مشاكل في الرجل اللي هو القدم السكري فلو اي خطة فيه اي حاجة ما بتلمش ليه ان التقام الجروح مسهلة عنده بسبب ان السكر مش متزبط فبالتاني انت روشيت على الواسودي هترجاعي تاني 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 الحاجة اللي كان من التقام الجروح هناخد بس فصل ثوم في اليورب فصل ثوم بس من ده هيعالجلك من الرباط لخدينه وكمان هو مضرب باكسادة جوة جدا جدا والاحسن ليه انك تتالي ديه مضغ الحجاب ديه كلها جمعه مضغ 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 ما ينفعش تشربينه الناس اللي بتشرب حتى المشروب اللي هو الحلبة يقولك ايه دمالي السكر صحة متعليكش من الهند صحة متعليكش من الهند المكاهم ذات نفسه لما يتشرب متأفكور انت بيفكت تقريبا من جزء كبير منه والحلبة لازم تتغطى في تدريلي يعني ايه مشوار كبير اوي فاني اعمل المشوار ده ما عليش خليه على نفسك كبير اوي واخذ معلقتين منه مضغ واحدة الصبح واحدة بالنهول والاثنين قبل الاكل شرط كده والبصل لازم تاكل بصل قلت لو قطعنا بستة حد اتخذ حد لو قلت نفس بصل لنا فاش اي مشكلة حتى ممكن تقول الصبح كده وانت بتفطري اتخذي بصل ونكون بصل لو انت اتخذي علاج للسكر افضاني ماشي عليه لا توقفهوش مرة واحدة لحد ما نيجي ان شاء الله نعمل اتش بي اي وانسين اللي هو سكر التركمه ونلاقي الدجا تزبطت عندنا ان يبتدي ليمش بقى بالوصفة ده معلقة الصبح مع معلقة الصبح ومع ايه ناخد فصلت يوم في اليوم مش شرط بقى الصبح الناس بقى اللي بيعمل لهم رحة وحشة وكلا ممكن بقى تتغلبوا عليها بايه باي حاجات طبيعية تانية اعشاب تانية تخلصك منه بس بجده الطريقة دي تروعة جدا انا عاملها زي ما قلت لكم بوذكركم انا عاملها فيديو البصلة دي انا استخدمتها في حركة تانية خالص عملتها كمشروب حطته في التلاجة اه خش على القناة تشوفوه قطعت البصلة وحطته في التلاجة فترة وبدأت صفي واشرب ملته لا المرة دي بقى لقيت الاحسن من الملّة ان انا باكله كده على طول فالاحسن كان انا ادخل الطوم والبصل في الوجبات دي حاجة حلوة والكوزبرة الكوزبرة زي ما انتم عارفين ما هلأى واحدة بس الصبح بس هي دي الوصفة وارد بقى لو استفدت لا تنسيه بقى تدعمينا وانتشتركوا في القناة ان شاء الله كل ما تدعموني هنزلكوا حاجات احسن واحسن بإذن الله لا تنسيه بعد ان تنشيه على الوصفة مثلا الاسبوع تروحوا تعملوا تحليل تاني لا توقفوش العلاج لا توقفوش العلاج هم حاجة نتبع مع بعض اجينا بإذن الله ودعولكم اي سؤال او اي حاجة او اي استفسار ما تبخلوش وتكتبوه تحت وهنقول لكم وبد عليكم على طول بنسكوكم جدا جدا هدعمكم كل الشكر للناس اللي بتدعمنا واللي بتشوفوا فيديوهاتنا القديمة والله بنحاول يقول لكم احسن حاجة افضل حاجة كويسة لكم فدعواتكم لنا واربو شفيكم يتم شفائكم على خير وشكرا جدا جدا عليكم جدا جدا كل عمو انتم بخير شكرا شكرا